أعلنت السلطات الأوكرانية تشغيل أول محطة صغيرة لتوليد الطاقة بمكبس الغاز الطبيعي في مدينة إيربين بجوار العاصمة كييف وذلك لمعالجة الانقطاعات المتكررة للطيار الكهربائي ويمكن لمحطة الطاقة هذه توفير الكهرباء لغرفة المرجل المركزية بالمدينة وبالتالي ضمان تدفع 70% من سكان المدينة كما أنها لا تتطلب ديز الباهظ الثمن ويمكنها توليد الكهرباء على مدار الساعة